نروح لمعسكر المنتخب والمنتخب داخل على مباراتين وديتين هيقدم فيهم روي فيتوريا أو راعتماده للجمهور المصري يعني لأول مرة هيظهر المنتخب المصري حتى لو مباراتين وديتين مش تقال قوي ليبيريا والنيجر ما هم مش يعني منتخبات كلاس اي أو يعني منتخبات درجة أولى بالنسبة لكن عظيم بداية تدريجية كده في فترة التوقف عشان أجندة دولية طبعا واختار عمل المعسكر على مرحلتين معسكر أول كان فيه قائمة مبدئية وهيبتدي بداية من بكرة يبدأ فترة المعسكر أو الجزء الثاني من معسكر المنتخب اللي هينضم فيه أو هيبدأ فيه انضمام اللعبين المحترفين في الخارج بداية طبعا من بكرة مفترض أن بكرة هينضم لعيبة مصر الموجودين في التحاد جدة أحمد حجازي وطرق حامد وينضم معهم كمان كوكا يجي من تركيا وبعد كده تتوالى عملية وصول اللعبين المحترفين الموجودين في الخارج والنهاردة طبعا بعد من برح فيوتشر اللعب وربنا كرمهم وتأهلوا لدول 32 في الكنفيدرالية النهاردة الزمالك أعتقد بيلعب دلوقتي مباراة يعني مفروض يعني أنها تبقى سهلة بتتلعب في الكاميرون مع فريق تشادي أعتقد اسمه فريق إليكت إليكت التشادي فبعد انتهاء المباراة بتاعت النهاردة هيتم الإعلان النهاردة بالليل عن القائمة النهائية اللي هيختارها روي فيتوريا لتمثيل منتخب مصر واللي بتهيل هتشهد استبعاد عدد كبير جدا من الأسماء اللي تم اختيارها في المعسكر الأول قوام المنتخب مش متوقع قوي أنه يختلف بشكل كبير جدا عن الاسكواد اللي كان موجود مع إيهاب جلال أو حتى اللي كان موجود مع كارلوس كيروش ممكن يبقى اختلافات في حدود اسمين أو ثلاثة حد الظهر قوي أو تقلق قوي ممكن ترهن عليه في الفترة اللي جاي لكن في النهاية الرجل اللي تابع زار أندية أتكلم مع موديلين فنيين اختار بعينه ونتمنى إن شاء الله أنه يكون في نقلة نوعية بقى للمنتخب نقلة طال انتظارها نقلة طال انتظارها روي فيتوريا من الأسماء اللي محترمة أعتقد هو فاهم كويس قوي ايه القصة المطلوبة في منتخب مصر اللي ما عندوش تحديات من عارض تقيل غير أمم أفريقيا تقول ليها ماعتقدش أنه هيكون مشكلة أو معضلة بالنسبة لمنتخبنا الوطني اللي في أسوأ حلقة ويعني يعني طبيعي أنه يتأهل لبطولة أفريقيا الطبيعي أكتر أنه يكون بينافس عليها وده اللي احنا عايزين الأهم من المنتخب يظهر أنه فيه بوادر للسعادة الشخصية مرة تانية شخصية منتخب مصر اللي احنا عارفينها أو اللي احنا تعودين عليها طول عمرنا متعودين أن احنا منتخب كبير وطول عمرنا ده مش معنى أنك انت منتخب كبير أنك انت تفوز بكل الألقاب أو البطولات اللي انت بتاخدها لكن دايما بتظهر كمنتخب كبير حتى وانت فيه أضعف حالتك اللي كانت مثلا مثلا يعني لما نفتكر في 98 كنا رايحين وانحنا يعني لا نقع ولا جمل زي ما بيقولوا لكن ظهر منتخب مصر بشخصيته وكان بداية الجيل عظيم الحقيقة من اللاعبين اللي حققوا إنجاز كبير جدا فبالتالي الجمهور المنتخب الوطني دايما مستني شخصية المنتخب بصرف النظر عنه هينجح في التتويج ولا لا بالمناسبة المطشين أو المباراتين الوديتين لمنتخب مصر قدام النيجر وليبيريا تم اتفاق على تعيين تحكيم تونسي هيدير المطشين بتوع منتخب مصر الحكم صادق السلمي هيحكم مبارات مصر والنيجر وهيعاونوا فيها حسن خليل وإسماعيل أيمن والحكم الرابع هيكون يوسف السرائري أما مبارات مصر وليبيريا هيديرها يوسف السرائري ويعاونوا فيها حسن خليل وإسماعيل أيمن وأن الحاكم الرابع فيها هيكون صادق السلمي وإن شاء الله بإذن الله المطرين هيتلعبوا على استادة سكندرية في الساعة السادسة مسائيا وتقرر السماح لحوالي خمس سلاف متابع أو متفرج